هذا صحيح في اعتقادي أننا لا نستطيع القلال بهجوم مضاد على قوات أحمد ودعت الساحة الفنية الليبية عملاقاً من عمالقة الدرامة والمسرح أسهم عبر مسيرته في إتراء الحركة الفنية في ليبيا وكان واحداً من روادها إنه الفنان مصفى المسراتي الذي وفته المنية اليوم بعد صراعاً طويلاً مع المرض استطاع الفنان الراحل منذ ظهوره على رقح المسرح في مسرحية يوم القيامة إبان فترة الستينات أن يستحود على قلبي وعقل المشاهد لما يتمتع به من قدرة رهيبة على تقمص الأدوار وبكل جدار مصفى المسراتي وأحد مؤسسي فرقة المسرح الحر للتمتيل لم تغفو ذاكرة بعد عن دوره في المسلسل التاريخي حرب السنوات الأربع ومسلسل الفالة ويعده أول من سهم في تقديم الأعمال الفنية للإدعاتين المسموعة والمرئية وكان للفقيدي مساهمات كثيرة من الأعمال المسرحية التي نالت صداً واسع على مستوى الصحة الفنية العربية من بينها مسرحية تاجر البندقية ومسرحية بعض العشرة تبان الناس فنان شامل عرفناه كاتباً وممثلاً ومخرجاً وملحناً برحيله خسر الفن الليبي هرماً من إهراماته